سابقة جوائز البيكاسو دور هي جائزة لتكريم أجمل ملصقات الإعلانية والفيديو على الشاشات الرقمية في جزائر البيكاسو دور أحد المسابقات المتعلقة بالإشهار هي عندها 14 طبعا نعم سبب هذا الاستمرارية سبب الاستمرارية هي مصدقية وجدية شركة بيكاسو الجزائر ووجودها الدائم في السوق هنا إلى جانب شركات الإعلان وشركات الإبداع الجزائرية نكلم عن الإعلان في الجزائر دور الإعلان في تنمية الاقتصاد والاقتصاد الضائر الإعلان مهم جدا الذي لا ينظر إلى الإعلان كأنفاق هو إغلط الإعلان استثمار وعندما نستعمل هذه العبارة يعني أن يصبح شيء جدي يجب أن يمارس حسب مواصفات دولية وهنا المواصفات للملصقات الإعلانية والفيديو هي الجزابية هي قياس الكتابة كي المرء يمكنه أن يقرأها وهو أن تكون أن يفهمها بسرعة وعندما يفهم بسرعة يمكنه للمواطن والمواطنة الإختيار للسلعة التي يختارها أكثر الآن الإعلان ليس درس ماتيماتيك الإعلان هو أيضا للرفاهية للابتسامة ليكون مثل علاقة ما بين السلعة والمواطن أو المواطنة الذين هم الزبائن لهذه السلعة وهنا نرى مثلا كابريس البونبون تبع الطفولة تبع كل الجزائريين محمود بوعلام مع سليم هؤلاء هذان نموزجان مميزان لإبداع محلي تقليدي الذي هو بروجتي بالمستقبل من ألفين وعشر ألفين ساعة ألفين وثمينة أول إديشيون نعم كما في كل مدن العالم نفس التطور نراه اليوم في جزائر العاصمة في ستيف في وهران إلى ما هناك نفس التطور نراه تحول من اللوحات الستاتيك إلى لوحات رقمية نعم لأننا نتكلم اليوم عن جيل جديد خلق مع شاشة بين يديه هو الهاتف الجوال الذي يرى عليه كل شيء وإلى ما هناك وكلنا اليوم نبقى على الهاتف الجوال كي نقرأ الجريدة وإلى ما هناك وحتى كي نرى التلفزيون على الأب فإذا العالم الرقمي هو المستقبل يشكل المستقبل كذلك الأمر اللوحات الرقمية هي تمثل المستقبل أنا أتكلم عن اللوحات إذا نحكي عن اللوحات بحد ذاتها جميل سوى عالمي ونرى أن النظام العام للوحات الطرقية في جزير يحمي رونق وجمال المدينة وعلى مستوى أجمل مدن التي تهتم الأكثر لرونقها وللحفاظ على البيئة المدنية بما يختص بالمضمون للإعلانات هنا أيضا يمكنني أن أقول أن الثقافة القوية الجزائرية هي التي تستعمل كثيرا من قبل المبدعات والمبدعين الجزائريين كي يخلقوا هذه العلاقة ما بين السلعة والمواطنين اللي هم زبائن هذه السلعة نعم كثيرا بس أيضا في نفس الوقت مدير جدا جدا جدا